بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وحب ما يقربنا إلى حبه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء توكلنا على الحي الذي لا يموت لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا شريك ولا ند له وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هم إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راضٍ عنا غير غضبان اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عما سواك وتعيننا به على رضاك وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاءا من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة اللهم إنا نسألك